اشتركوا في القناة التقنوتي حراسة المرمى باقي اللاعبين داري فرحان العملود عطية الله جبران حيمود الحسوني الجعدي المترجي وأخيرا أوك ولعبت هذه المباراة كما قلنا على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المغربي وأمام مدرجات بدون جمهور بدأت المباراة وتمكن الوداذ الرياضي من افتتاح التسجيل في الدقائق الأولى من بداية المباراة حيث أن يحيى عطية الله تمكن من تسجيل الهدف الأول وبطريقة رائعة في الدقيقة السادسة من بداية المباراة قبل أن يتمكن المترجي ومن ركلة خطأ من تسجيل الهدف الثاني في التسعين وبهذا استطاع فريق الوداذ الرياضي الفوز على غريمه الرجاء بهدفين نظيفين تمكنه من التأهل إلى نصف النهائي لمواجهة الفتح الرباطي باشر الوداذ الاهتمام والتفكير في الميركاتو الصيف المقبل الذي سيحضر من خلاله للموسم القادم خاصة بعد تأكد رحيل المدافع الشرف داري وإمكانية خسارة نجوم آخرين بعده وأوردت مصادر مطلعة أن الوداذ الرياضي وضع مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة اهتماماته وعلى رأسهم اللاعب المهدي مبارك الذي يعد من أبرز لعبي البطولة المغربية من الشبان وأتابع أن فريق الوداذ الرياضي معجب بإمكانية اللاعب ومؤهلاته بغض النظر عن صغار سنه مبديا استعداده لحسن صفقته مع إن نجح في التوصل إلى اتفاق مع الفتح الرباطي كما يعتمد فريق الوداذ الرياضي على مجموعة من اللاعبين الذين اقترب الوداذ من حسم ضمهم للفريق يتعلق الأمر بكل من محمد أونجم واسماعيل المترجي والحسين بن عياذة الذي يبقى مصدر صراع بين العديد من الأنذية المغربية وأخرى خليجية تقبل مشجعي فريق الوداذ الرياضي إمكانية رحيل المدرب وليد الريقراغي عن الفريق الأحمر بعد نهاية الموسم الحالي على هامش تصريحاتها الأخيرة التي أبدأ فيها رغبته في الرحيل عن الفريق شكل رحيل الريقراغي عن فريق الوداذ الرياضي جدل كبير بين المناصرين بينما اقتنع برغبة الريقراغي ورافض للاستغناء عنه بعد النجاحات التاريخية التي حققها في الموسم الحالي ورشحت الفئة التي اقتنعت برحيل الريقراغي مجموعة من المدربين الذين بإمكانهم خلافة الرغراغي وعلى رأسهم البورسغالي أليكساندرو سانتوس مدرب نادي بيترو أطلاتيكول أنغولي بالإضافة إلى موتسيماني مدرب الأهلي السابق وكذلك درب فريق ماميلودي ساندونس وطالبت الجماهير الوداذية أنه في حال عدم تجديد لوليد الرغراغي فإن الوداذ الرياضي يلزمها مدرب بكفاءاته الرغراغي للاستمرار في تحقيق الألقاب ونترقب مآل الرغراغي مع فريق الوداذ الرياضي إذا يتم تحديد مصير المدرب بعد نهاية الموسم الحالي سواء بتجديد عقده من قبل الرئيس سعيد الناصري أو بالرحيل بعد موسم تاريخي ترك فيها الوداذ بطلا للمغرب وبطلا لإفريقيا متأهلا كذلك إلى نصف نهائي كأس العرش وذكرت مصادر مطلعة كثيرة أن وليد الرغراغي توصل بعرض لتدريب المنتخب المغربي وأنه الآن في طور جمع طاقمه التقني لقيادة منتخب الأسود في كأس العالم 2022 وسيوقع مع المنتخب المغربي كما ذكرت مصادر لمدة ثلاث مواسم حسما يحيى عطية الله في مستقبله مع فريق الوداذ الرياضي حيث أكد أنه سيستمر مع فريق الوداذ الرياضي وكشف اللاعب أنه تلقى عروض احترافية من فرق أوروبية لكنه رفض مناقشتها في الوقت الحالي وزاد قائلا الآن تركيزي منصب على الفوز بكأس العرش وتحدث يحيى عطية الله عن عرض احترافي رفض في فبراير الماضي من النرويج وعن هذا العرض الاحترافي يقول عطية الله لم يكن مقبول أن أوافق على هذا العرض أخلاقي لن تقبل ذلك وأضاف العرض مغري لكن رفضت ذلك بعدما منع فيفا الوداذ من الإقدام على انتدابات ففضلت الاستمرار والحمد لله لم يذهب الأمر سوداء بعدما فوز مع الوداذ الرياضي بلقب عصبة الأبطال والبطولة ولا يزال فريق الوداذ الرياضي ينافس في كأس العرش إذ وصل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الرجاء الرياضي بهدفين نظيفين يوم الخميس كما أنه لا يزال يحمل المشاركة في السوبر الأفريقي ضد النهضة البركانية لعبو الوداذ يسعدون جماهير الوداذية عبر لعبو فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم عن سعادتهم البالغة بعد الفوز على الرجاء الرياضي في دير بكأس العرش وقالت ساقنوتي حارس مرمى فريق الوداذ الرياضي الذي قدم اليوم مباراة أكثر من الرائعة إن فريق الوداذ الرياضي قدم هدية العيد لجمهوره مؤكدا أنه بالنسبة إليه الفوز بالألقاب أهم من الفوز في مباراة واحدة من جهة أخرى قال عطية الله إنه حقق أمنيته بتسجيل في مباراة الدير بي حيث أهداه لوالدته وبالنسبة لأيوب العملود فقد أكد بأن الرجاء فريق قوي لكن رغبة الوداذ الرياضي في الفوز كانت أكبر وظهر لعبو فريق الوداذ الرياضي اليوم بشكل متميز وكان هناك اتفاق كبير كما أن أحمد ريضة التقنوتي قاد أنقذ فريق الوداذ الرياضي من الهدف الأول للرجاء في أكثر من مرة أكد وليد الرجريقي مدر فريق الوداذ الرياضي أن الانتصار في الديربي على فريق الرجاء الرياضي يوم الخميس والتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش يعتبر خطوة مهمة وتمينة وقال الرجريقي خلال الندو الصحفية التي أعقبت المواجهة في حال خسرنا اليوم بالديربي كنا سنفقد جزء مهم من فرحتنا بلقب عصبة الأبطال والدوري المغربي لكن سعداء بتحقيق الفوز والمواصلة في المنافسة على هذا اللقب الذي غاب عن فريق الوداذ الرياضي لأزيد من 20 سنة وتابع الرجاء الرياضي فريق كبير وأحترمه وتعدبنا اليوم أمامه وتأهلنا إلى النصف لم يكن سهلا البتة واستطرد أعتذر من الجماهير الرجوية إذ كنت قد فعلت أو قلت شيء لم يعجبهم لكنني كنت تحت ضغط كبير في الفترة الأخيرة وعليهم تفهم ذلك كما أضاف أنه يحترم الرجاء كنادي كبير وقوي واختسم حديثه قائلا بعد تأهلنا اليوم يمكننا القول إننا أفضل فريق في المغرب وإفريقيا هذا الموسم في ظل ما حققناه من نتائج لحدود اللحظة يذكر أن فريق الوداذ الرياضي ضمن تأهلاه إلى الدور نصف النهائي بعد انتصاره على الرجاء اليوم الخميس بهدفين نظيفين فوق أرضية الملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء أمام درجات فارغة بقرار من الجامعة تصريح وليد الرجراجي بعد الفوز قال وليد الرجراجي مدر فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم إن موسمها انتهى مع فريق الوداذ الرياضي في انتظار نهاية مسابقة كأس العرش وما ستفسر عنها البرمجة واعتبر الرجراجي الفوز على فريق الرجاء الرياضي بالمذاق الحلو مشيرا إلى أنه سيرى بعض الأمور مع فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وقدم الرجراجي شكره إلى سعيد الناصري رئيس فريق الوداذ الرياضي والوينيرز على الدعم الذي قدموه له طيلة الموسم الكروي مؤكدا أنه بدونهم لما حقق كل هذه الإنجازات وشكر جميع الجماهير الوداذية كما شكر اللاعبين والأطور التقنية والفنية داخل فريق الوداذ الرياضي كما شكر كذلك رئيس الوداذ الرياضي سعيد الناصري الذين ساعدوه على الفوز بلقب البطولة الاحترافية وكأس العرش وقال أنه أكد في وقت سابق قوة الوداذ الرياضي وحكمه لأفريقيا وأن اليوم جاء الوقت ليؤكد فيه حكمه للمغرب وكازابلانكا وهو ما تأتى لها بعد فوزه بالعصبة والبطولة والفوز في ذير بكأس العرش ترجمة نانسي قنقر